المختبر المرجعي يقوم بجمع ويقوم بجمع الحالات الأولى العينات الإيجابية ويقوم بعملية الرأس والطفرات التي كانت نستخلصها بعد قناة الطفرة كانت موجودة ويقوم بعملية السيكونسات التي تمكنها لكي نعرفه أشمن عينة الفيروس التي كانت عبرتها بالبطني هذا الجهاز هذا كي كان أضفنا عليه العينات اللي كان نجيبها من المختبرات اللي مع الوطن الصحة قام بوضعها على ظهر البواخر اللي كانت جيب من أوروبا اللي كانت جيب من مغرب القاتلين بالخارج اللي هما مولزمين أنهم يجيبون نواتيقة كدلا أنهم داروا بسي آر فاللي كان عندها أقل من 2.70 ساعة العينات الإيجابية كاملة كان نجيبها للمعهد الوطني الصحة وكان قوموا بالتحليل باش نعرفو واش هداك الفيروس اللي تم اكتشافه على ظهر الباقرة ولا ديل هداك القاتل اللي يدخل المغرب واش حامل هذيك التفرة السيكونساج هو أولا عملية معقدة مش عملية سهلة بحل البيسار لأن أصلا تلك البيسار تلك البيسار كانت فلور كانت عملية معقدة دابا السيكونساج هو تهورها يعني عملية اللي كتحتاج بعدها كفاءات خصوص بعدها فلور طريقة الاختيار ديال العينات يعني ماشي كل عينا رقصت دوس في السيكونساج ثانيا مني كنديروها في السيكونساج وكبدي خرجو النتائج كينما نسمي تحليل بيوانفورماتيك تحليل بيوانفورماتيك تلقى نفسه ويجي يقول لك الله خليك أنا راجعي نخلصها وديرو لي التحليل ديال السيكونساج ديالنا لاحظ هذه دخلها في إطار المراقبة أو الرصد الجيني اللي داخل في الصحة العامة وتكلفة كاملة تخلصها وزارة الصحة ويعني تحليل لوحدة ديال تسلسل الجيني ركا تقام بين خمسالف تلستالف درهم لوحدة موسيقى